كما أكد الرئيس السيسي على ضرورة التكثيف والتشجيع الفوري لجهود إيقاف التصعيد سواء في الأراضي الفلسطينية أو على المستوى الإقليمي والعمل على دفع الأطراف إلى انتهاج العقلانية والحلول الدبلوماسية هذا وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن مصر حذرت كثيرا من تبعات العدوان الإسرائيلي على فلسطين المحتلة كما حذرت أيضا من التسعى الصراع ومن ادخال المنطقة في دائرة من العنف لقد نقشت مع شقيق جلالة الملك البحرين تفصيلا هذه التطورات الإقليمية المقلقة وتصورات التعامل معها في إطار اتفاقنا معا على ضرورة الحفاظ على أمن والاستقرار لمنطقة وشعوبها ضد مختلف المهددات وعدم ترك مسائرها لإرادة دعاة الحروب في إطار أولوية الأمن العربي المشترك الذي نعتبره كل لا يتجزى وقد اتفقنا على ضرورة التكسيف والتشجيع الفوري لجهود إيقاف التصعيد سواء في الأراضي الفلسطينية أو على المستوى الإقليمي والعمل على نفع الأطراف إلى انتاج العقلانية والحلول الدبلوماسية والتخلي عن الحلول العسكرية وتصورات الغلبة والنفوذ والهيمنة والسماح للجهود المخلصة الهادفة للسلام بالنجاح وفتح مصار بديل لشعوب ودول المنطقة يحمل أملاً بمستقبل توحد فيه شعوب ودول المنطقة جهودها من أجل الرخاء والتنمية موسيقى